شاهدنا الأعزاء في كل مكان مرحبا بكم إلى كلام مباشر في عدد جديد دائما القضية الفلسطينية هي الأولوية في البرنامج نتحدث عنها اليوم من عدة زوايا أبرزها الحصار الذي يفرضه قطاع غزة على خصومه وأعدائه صحيح أن في الواقع هناك حصار على القطاع ولكن مثل ما قال الشاعر المرحوم حمود درويش حاصر حصارة كلام فره غزة تحاصر نتانياهو تحاصر جو بايدن تحاصر إيمانوال ماكرون والعديد من الزعماء الغربيين الذين يدعمون الكيان الصهيوني في هذا السياق التحركات القضائية اليوم وبعد الدعوة التي وجهها الرئيس الجزاري عبد المجيد تبون لرفع دعوة قضائية ضد هذا الكيان الصهيوني بدأ مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني وأيضا الحقوقيين في رفع هذه القضية وأودعوا شكوى رسمية لدى محكمة الجنايات الدولية الموجود مقرها في لاهاي هذه الشكوى تتألف من عشرات الصفحات وموثقة بكل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصيوني في فلسطين لسيما جرائم الإبادة الجماعية حسب المتحدث باسم هذه المجموعة عدنا صورة غزة حسب المتحدث باسم هذه المجموعة ستكون جلسة مع المدعي العام على مستوى الجنائية الدولية من أجل شرح بعض نقاط هذه الدعوة وتوضيح وجهة نظرنا القانونية يقول المتحدث حول هذه الجرائم الفضيعة التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني سوف نتكلم عن هذه القضية وقضايا أخرى لها علاقة بفلسطين مع ضيفي هذا المساء الدكتور اسماعيل خلف الله المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي دكتور خلف الله مرحبا بك مرحبا نساء صحة لقبلت الموفقة أخذ تعليقك مباشرة على بداية تحرك القضاء وإداع شكوى باعتبارك خبير في القانون الدولي أستاذ اسماعيل أولا نحييك أستاذ قادر أحيي سادة المشاهدين الكرام ونثمن ثمن النداء والدعوة التي قدمها رئيس الجمهورية فيما يتعلق برفع دعوة جنائية أمام المحكمة الجنائية التي هي مختصة مختصة حسب نص المادة خمسة من نظام رومى الأساسي أنها تختص في ما تقترفه آلة الكيان الصهيوني آلة الإرهاب والقتل والإبادة الممارسة في حق الشعب الفلسطيني في غزة على وجه الخصوص هذه التحركات اليوم نقول بأن حقيقة هناك هبة لأن ما يقترفه الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين لم يعد يحتمل يعني إذا كنا نتكلم على أن هذه الصور التي نتابعها ويتابعها الجميع الإعلام اليوم أصبحت حتى من أطباء النفسيين يقولون بأن سوف تكون هناك ربما متابعات نفسية على الناس الذين يتابعون أوقفك دكتور معليش للحظة نذهب إلى فاصل وبعد أسألك حول الأليات نذهب إلى فاصل نعود بعدها إلى كلام مباشر إلى برنامج كلام مباشر ضيفي دائما وضيفكم هذا المساء الدكتور سماعيل خلف الله الخبير في القانون الدولي مرحبا بك دكتور وكنت قد سألتك قبل البرنامج حول هذه الدعوة القضائية الرسمية التي أدعت رسميا في لاهاي عن الأليات عن الطريقة هل هناك حض لهذه القضية أن تتحرك هذا الإجراء يتم لأنه كان من المفروض أن المادة 13 من نظام روما الأساسي توضح كيفية التقاضي أمام محكمة جنائية فبطرق ثلاثة وهي الطريقة الأولى أن يتحرك المدعي العام شخصيا عندما يرى بأن هناك ارتكاب لجرائم تدخل في اختصاص المحكمة وهذا الذي لم يحصل له في الحقيقة لم يحصل رغم أننا كنا ننتظر بأن خروج المدعي العام سيد مدعي العام كريم خان إلى القاهرة وعندما زار معبر رفح حتى المعبر رفح لم يدخل ولم يسمح له حتى بالدخول إلى المعبر وهذا يؤكد بأن هناك هذه المحكمة ما زالت للأسف مكبلة باللوبيات وبالقوى التي مؤثرة على هذه الهيئة التي هي مستقلة في الحقيقة هي مستقلة حتى يفهم المشاهد الكريم أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة على الأمم المتحدة وفرق بينها وبين المحكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية حقيقة هي تابعة للأمم المتحدة وهي آلية من آليات الأمم المتحدة أما المحكمة الجنائية فهي محكمة مختصة في متابعة الجرائم لها اختصاص النظر مدام أحد الأطراف ضحيل هو أطراف الفلسطين وهي تنظر في جرائم الأفراد والمحكمة العدل الدولية هي محكمة دول وهي تقاضي الدول هو حسب المتحدثين دكتور سماعيل الشكوى تنبني على أسس وآليات قانونية في مقدمتها اعتبار دولة فلسطين بلد عضو هذه الإجراءاتان يجيك لأن أول آلية هي أن المدعي العام يحرك الدعوة من تلقاء نفسه ويفتح تحقيق في الحقيقة أما الإجراء الثاني وهو أن تكون أن تحركها طرف من أطراف أحد أعضاء الذين يسادقوا ووافقوا على نظام روم الأساسي وأصبحوا أطرافا وفلسطين بطبيعة الحال في 2001 أصبحت عضو في المحكمة الجنائية وبالتالي فهي تدخل في اختصاص رغم هناك من يقول بأن الكيان المحتل الإسرائيلي هو غير عضو ولكن مدام فلسطين هي عضو والجرائم ترتكب على أراضي الفلسطينية المحتلة بالتالي فهي اليوم محكمة الجنائية مختصة هذا من الجانب الشكني يعني الجانب الاختصاص هي مختصة حسب نص المادة طيب هذه القضية تضاف ربما إلى جملة قضايا أخرى المحكمة قد تجعلها كلها دفعة واحدة أو ملف واحد أو يمكن التفريق ما بين القضايا هي الإجراءات التحقيق الآن عندما يفتح التحقيق ينظر في أن هذه الجرائم هي أولا هي جرائم تدخل في الاختصاص ثم أيضا ينظر في من مرتكب هذه الجرم وهو واضح جدا أن الدعوة التي رفعت اليوم هي رفعت ضد رئيس الحكومة حكومة الاحتلال نطنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان ركان الاحتلال الإسرائيلي إذن هؤلاء هم المعنيون بهذه الدعوة وقد تتم ملاحقتهم قضائيا بكل تأكيد ولاحظنا أن المحكمة الجنائية حاكمت وكانت هناك محاكمات لكثير من العديد من الذين أجرموا في حق الإنسانية نحن لا نتكلم اليوم على فلسطين فقط بل هناك إجرام حدث وهذا كان الموفق كنا ننتظر بأن المجتمع الدولي يرتفع ويرتقي بإنسانيته لأننا اليوم نتكلم على إجرام مثل هذا في 2023 فالحقيقة حتى الجانب الأدبي يعني حتى الكيان الصهيوني اليوم لم يترك شيء أن القانون أو ما يسمى بالقانون دولي الإنساني صنف هذه الجرائم في اتفاقيات جناف الأربعة في العهد الدولي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الاتفاقيات الدولية في كل مقتضيات القانون الدولي الإنساني اليوم حجم هذه الجرائم أنا في اعتقدي أنها فاقت كل التصورات البشرية اليوم هذا القانون الدولي الإنساني لم يعد يتسع لحجم وجسامة الجرم الذي يرتكبه فيها وحركها نشطين في المجتمع المدني ومجموعة من المحاميين والحقوقيين ولكن هناك نوع من الرعاية الرسمية استمعنا إلى الرئيس عبد المجيد تبون يدعو إلى تحريك هذه الدعوة الصفارة الفلسطينية اليوم في الجزائر أصدرت بيانا تشكر فيها الرئيس الجزائري على هذه المواقف ووصفتها بأنها مواقف شجاعة وعظيمة في سبيل القضية الفلسطينية يعني عندما يتحرك هؤلاء ويشعرون بأن هناك دعم رسمي وإن كان بطريقة غير مباشرة فهؤلاء يعني يأخذون القضية على محمل الجد ومحكمة لاهاي يمكن أيضا أن تأخذ هذه النقطة نعم وهذا الدعم حقيقة هو دعم يدفع بهذه المنظمات وهذه الجمعيات التي تعنى بمثل هذه الجرائم وبهذه الحقوق فهي اليوم تتحرك وتحركت حقيقة قبلها كانت تحرك لمنظمة مرسلون بلا حدود رفعت دعوة على أساس الصحفيين والإعلاميين الذين تم اغتيالهم من طرف الاحتلال الصهيوني نقول بأن هذا سوف يحرج المحكمة ويحرج المدعي العام لأن هذا التحرك هو ضغط وإثارة هذه القضية أمام الرأي العام الحقوقي وأمام الرأي العام عامة ويصبح أمام المحكمة لم يعد لها حجة وأيضا هناك اختبار لمصدقية هذه المحكمة كيف أن يدها خفيفة وسريعة مع بعض الزعامات في حين أنها ثقيلة جدا فيما يتعلق بالكاين الصهيون وهذا الذي علقنا عليه منذ البداية منذ 7 أكتوبر بداية الجرائم للارتكبة في حق الفلسطينيين تكلمنا قلنا كيف يعني المدعي العام حينها ذهب مباشرة وزار كيف وزار المدن الأوكرانية وحرك ودعوة وفتح التحقيق ليس فالتحقيق فقط بل أدان مباشرة وأصدر مذكر التوقيف في حق الرئيس الروسي بوتين فلماذا لهذه الازدواجية هذا هو التعامل لحد الآن وحقيقة وحتى تصريحات كريم خان المدعي العام في القاهرة واضحة يعني هو يتحدث ويتكلم على أن هناك جرائم يجب أن تتحرك المحكمة ولكن في الواقع نقول بأن هذا التحرك لم يكن في مستوى الجرائم التي يرتكبها الكاين المحتمل أنت ذكرت مرسلون بلا حدود هناك أيضا أطباء بلا حدود هناك الأمريكية الممرضة الأمريكية إيميلي كالاهان تصريحاتها الأخيرة لوسائل الإعلام الأمريكية تثير ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد دودتها إلى أمريكا وحوارها مع الإعلام أندرسون كوبر على قناة CNN الأمريكية فقالت إن في أحد المراكز التي عملت بها في خان يونس يستضيف أكثر من 22 ألف نازح كان هناك أطفال يعانون من حروق شديدة في وجوههم وأسفل أعناقهم وجميع أطرافهم ولأن المستشفيات مكتدة للغاية يتم إخراجهم على الفور والترحيلهم إلى هذه المخيمات دون إمكانية الحصول على المياه ويحصلون على إمداداتهم من الماء كل 12 ساعة لمدة ساعتين فقط ولم يكن هناك سوى أربعة مراحيد وتحدثت عن أطفال يعانون من حروق وجروح مفتوحة حديثة وبطر جزئي يتجولون في هذه الظروف ويقوم الآباء بإحضار أطفالهم إلينا قائلين من فضلكم هل يمكنكم المساعدة وليس لدينا إمدادات طبعا هذه صورة نائبة رئيس الوزراء البلجيكي لا علاقة له بهذا الموضوع ولكن أستاذ اسماعيل نعم هذه الشهادات يمكن أن تضاف إلى رصيد هذه القضايا حتى تدين الكيان الصهيوني وتدين جنرالات الاحتلال هو التحركات على مستوى سواء الشخصيات السياسية أو البرلمانات شوفنا لاحظنا في أن أعضاء في البرلمان البلجيكي تحركوا وكانت تصريحات نارية حقيقة وأحرجت القرار الرسمي الأوروبي ككل على أساس أن ما يحدث هو في الحقيقة إبادة جماعية لشعب وللمدنيين ولا يوجد أي مبرر ليتحجج به الكيان المحتل الإحراج الآخر والمبرر الذي ذاب وهو أن الكيان الصهيوني يتبجح أو يبرر ما يقوم به بما يسميه بالدفاع عن النفس وهذا الدفاع عن النفس في الحقيقة ردت عليه محكمة العدل الدولية قالت التحجج بالمادة 51 من المثاق الأمم المتحدة أنها لا تنطبق على الكيان المحتل الصهيوني لماذا؟ لأنه كيان محتل يحتل الأراضي الفلسطينية ولا يمكن أن يدخل في خانة الدفاع عن النفس كما فسرها الغرب في حمايته في حماية أوكرانيا إذن فهذه المبررات كلها تذوب وهي محرجة أيضا هي محرجة لإدارة بايدن أيضا هي محرجة لإدارة بايدن التي ترافع ورافعت منذ البداية وهو سواء بايدن سواء وزير خارجي تيب لينكين أو الساسة في الكونغرس أو كل هذا الذين برروا بما تقوم به الآلة الضمار والقتل الممنهج والمقنن في حق الفلسطينيين هو في حق من أجل الدفاع عن النفس حتى الدفاع عن نفس هل تدفع عن نفس أن تقتل الأطفال أن تستهدي في المستشفيات التصريحات السياسية بدأت تنقلب على الكين صيوني بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي قالت اليوم الأربعاء يجب أو طالبت فرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة وقالت دي سوتر لصحيفة نيوس بلاد المحلية حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل إسقاط القنابل كالمطر غير إنساني من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار وطالبت الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل فورا والذي يهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي هذا في الوقت الذي كان وزير خارجية إسرائيل الاحتلال إلي كوهين في بروكسل اليوم ويقول أن الحرب ليست حربنا وحدنا ولكنها حرب العالم الحر ما رأيك في هذا التضييق السياسي الآن مع هذه التصريح أنا أعتقد بأن اليوم الداعمين لهذا الكيان المحتل وهذا الإجرام وهذا المجرم اليوم أصبحوا في حرج تام شفنا أساس الأوروبيون كيف تراجعون بينهم ماكرون الذي في بداية القضية قال بأنه يجب أن ننشئ حلف دولي لمواجهة حركة المقاومة الإسلامية حماس والتي هي حركة النضال الفلسطيني ككل لأن هذه الحركة هي طيف وهي تمثل النضال الفلسطيني والدفاع الشعب الفلسطيني عن حقه وعن هذه الجرائم المرتكبة في حقه فهذا التراجع رحظناه منذ الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة عندما صوتت فرنسا لصالح القرار ثم شفنا دول أوروبية أخرى تراجعت وامتنعت والآن نشوف حتى هؤلاء الساسة يطالبون بعقوبات بتإنزال عقوبات على الكيان الإسرائيلي إذن فنعتقد بأن اليوم هذا التدليس الذي كان يمارس والتضليل الذي مورس منذ البداية اليوم لم يعد كذلك فضحة القضية اليوم أنا الآن في أكثر من عشر ألاف شهيد في حق الفلسطينيين خمسة تقريبا أربعة ألاف هكذا طفل طفل سبعين بالمئة من الضحايا أطفال والنساء وهذه الأرقامة رهيبة صحيح المفروض أن المجلس الأمن يجتمع بصورة استعجالية ويفرض عقوبات الآن القضية لم تعد فقط كان من المفروض أن مجلس الأمن هو الذي يجتمع بصورة استعجالية ويصدر عقوبات في حق الكيان الإسرائيلي لأنه كان من المفروض صحيح نعم طيب هل نتوقع عن إعكاسات سياسية سريعة نشعر بأن بايدن تذيق عليه المساحة وبات يطالب نتنياهو بالإسراع في إنجاز مهمته العسكرية لارا فريدمان رئيسة مؤسسة سلام الشرق الأوسط تقول حول موقف بايدن ومنسوغاته لتقديم هذا السند أنه قدم الشيك على بيض لإسرائيل لتفعل ما تريد بيقطاع غزة وسكانه دون اكترات لأي أبعاد قانونية أو أخلاقية أو إنسانية وبالتالي سيدفع ثمن هذه الجريمة ما رأيك؟ طبعا نتكلم عن بايدن عن مستشار الألماني عن الغرب ككل هو شوف هو الأسف الشديد مع احترام بعض الأصوات المحترمة نعم نعم في إسبانيا في بروكسل بلجيكا وغيرها هو شوف هو نقولها بكل صراحة أن إدارة بايدن سقطت سقوط حر منذ البداية هو بدأ بايدن يسوق حتى الأكاذيب شوفنا الصورة أو تلك الدعوة التي رسمتها تلك الإعلامية الصهيونية في قضية ربعين طفل وقطع الرؤوس وكذا وبايدن صرح بها يعني وبعدين تراجعوا وكذا البلينكين يصرح في تل أبيب يقول أنا لم أأتي كوزير خارجية فقط بل أتيت كيهودي هم رسموا وأعطوا وحتى أنهم أرغموا يعني شوفنا حتى هناك تسريبات تقول بأن المسؤولين في الكيان الصهيوني يقولون لو نطبق ما يملأ علينا من البيت الأبيض لارتكبنا جرائم مضاعفة يعني معنى ذلك أنهم أعطوهم الضوء أعطوهم الضوء وحتعموهم الآن من يدير المعركة من يدير هذه الجريمة هم خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية جنرالات مارينز بوارج كل هذا السياسة شوفنا السياسة على مستوى عالي يعني هناك زيارات مكوكية لتل أبيب يعني حتى أنا قلت في البداية قلت أن إدارة بايدن ربما لم تعتثق في ناتنياهو لأن هذا المخطط تم تخطيط له حتى تقضى على المقاومة الفلسطينية في أسرع وقت ولكن القضية لم تكن كذلك فالوقت فلت تصفية هذه القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية حاولوا أن يشيطنوا مقاومة على أساس أنها داعش وأنها إرهاب وأن على العالم أن يرحبوا حتى إلى شيطانة كل الدول التي تأوي القيادات قيادات حركة المقاومة الإسلامية هناك أيضا جانب مهم في القضية والدعوة القضائية التي يمكن أن ترفع ضد هذا الكيان هو جانب منع المساعدات وقبل ما أسأل إلى أي مدى يمثل هذا المنع في المساعدات في الوصول إلى محتاجيها عاملا إضافيا في إدانة هذا الكيان الصهيوني نشير أن أيضا هذا الخبر مش عارف نقول سعيد في خضم المحنة والأزمة والوجع أن مساعدات التي كانت قد جمعت باسم مؤسستي الشروق الخيرية وجمعية البركة وصلت إلى مستحقيها وبالتالي الأمانة وصلت إلى مستحقيها وإن كانت لا تلبي كل أغراض أو احتياجات إخواننا في غزة ولكنها قطرة في بحر ومساعدة إضافية مدبيا نشوف الصور التي تظهر وصول هذه المساعدات لدينا حتى الفيديو ريتما يكون جاهز المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة إلى إخواننا في قطاع غزة طبعا هذه هي الصور فطبعا سنصل إلى المساعدات بعد قليل أستاذ فضل منع المساعدات أيضا إدانة هو جريمة هو جريمة هو جريمة حرب هذه هي التي نشاهدها طبعا المساعدات فضل أستاذ هذا قتل ممنهج يعني منع المساعدات وهذا الذي أريد للمقاومة يعني اليوم ينتقم من هؤلاء المواطنون هؤلاء المدنيون ينتقم منهم على أنهم احتضنوا هذه المقاومة ولم يعبروا لأنه في البداية كان شيطانا لهذه المقاومة وانتظروا بأن هناك التضمر وتخرج هؤلاء السكان غزة يشيطنون المقاومة ويقولون بل بالعكس كان هناك احتضان وكان تعبير على أن ما يحدث هم يعني كانوا يمارس عليهم هذا القتل الممنهج تقريبا 17 سنة وهي غزة محاصرة ومحضورة هي أصلا تعيش على هذه المساعدات التي نشاهدها وإن كان المساعدات قبل الجريمة الأخيرة والعدوان الوحش الأخير كانت يعني تصل بكثرة حوالي 500 شاحنة يوميا الآن وصلت في حدود يعني 75 شاحنة قبل يومين كان يضاعف الرقم هذه المساعدات الجزائرية كما نشاهدها وكما قلت مهما قدمنا سواء في الشروق الخيرية أو في جمعية البركة فهذا نسبة ضئيلة جدا مما يحتاجه إخواننا في غزة وربما ستكون هناك تفكير في تقديم أكتر لإخواننا في غزة هو التحجج بقضية الكيان المحتل عندما يحتج أو يتحجج بأن على معبر رفح ربما هذه الشاحنات وهذه المساعدات تمر فيها معدات عسكرية وأسلحة وكذا القضية بسيطة يعني تفتيش قضية بسيطة أن نجيب الأمم المتحدة التي تشرف فعلقة هذه وشوفنا هذا النصف مثل قضية الأنفاق أيضا مثل قضية القمح تحت المستشفيات قضية القمح في أوكرانيا وروسيا تركيا هي الضامن وكانت الشاحنات تخرج بالقمح لا يدعون أي طرف أممي يحقق لأنهم يعرفون بأنهم هم الذين أخطأوا وأجرموا هذه هي النية مبيتة على أن التجويع تجويع هو جريمة حقيقية قطع الماء قطع الكهرباء قطع الانترنت قطع المعلومة كل هذا في الحقيقة هذا التفنن في الإجرام تفنن في هذه الإبادة المفروض ولهذا شفنا الأصحاب الضمير الإنساني بدأوا يتحركون في المجتمعات الغربية شفنا المسيرات المظاهرات حتى من الجالي يهودية في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك في مدن عديدة شفنا اليوم حتى المسؤول الأول في السياسة الخارجية لاتحاد الأوروبي بوريل طحي قال بأن الاتحاد الأوروبي أمام امتحان صعب لمزداقيته خلاص وأدانا تطبيع بالدرجة نتعني قال خلاص ما عدناش وشنغطه خلاص علينا أن نمسح هذا العار على أوروبا عليها نتمسح دكتور سماعيل خلف الله الخبير في القانون الدولي والمحلل السياسياتك صحة شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في البرنامج مشاهدين الأعزاء فاصل ونعود إلى كلام مباشر في أبنائي طباعي غزة